محافظات الجمهورية 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 أهمية هذه الحرف وأهمية هذه الصنعات الصغيرة وكما نساعد على عملية التسويق طبعا ساعد شكل كبير في عملية التسويق ويكفي أنه أعطى شيء من السقة للناس اللي هم الحرفين اللي كانوا موجودين في المعرض إن اهتمام سيد تريس يعني يمكن في أي زيارة عادية بيبقى مثلا الزيارة ما بتخش مثلا وقت قصير يعني صعب وقت سيد تريس يمر على كل الناس الموجودة في المعرض لكن في هذه الزيارة سيد تريس ما سيبش مكان اللي ما هو ده واقف معاه كل محافظة مع كل حرفي عشان يعرف إيه المعوقات اللي عنده إيه طموحه إيه المستهدف بالنسبة له التطوير اللي بالنسبة له وصل لي ويمكن ده يعني جهد مشكور عليه طبعا جهاز تميت المشروعات والدكتور نيفين جامع والأستاذ طرق صبور وكل فريق العمل اللي موجود في جهاز تميت المشروعات والأستاذ سيد طبعا في سهاج عندنا لأن جهاز تميت المشروعات بفروع المختلف أسواء في المحافظات أو في القاهرة كان ليه جهد كبير يعني آيين بيه طبعا في إنجاح هذا المعرض والدعم الكبير افتتاح سيدة الرئيس وتشريفه لنا في افتتاحه والمتابعة من كل وسائل الإعلام اللي كانت موجودة طوال فترة المعرض وده يمكننا عطانا يعني نقول قفزة وإطلالة كبيرة أنه احنا يعني فعلا نقول احنا بكمة احنا ألف أسرة لا ممكن نوصل لخمس سلاف أسرة في سهاج وده بيؤكدوا طبعا من خلال جهود الدولة ومن خلال البنك الدولي اللي هو يعني بيدل دلوقتي مجموعة مشروعات لمحافظات الصعيد سواء محافظة قناء أو محافظة سهاج وده يمكن بدأنا فيه من فترة يعني قريبا نحن نعد البرنامج اللي نشتغل عليه في قطاع الحرف الإغوية وقطاع النسيق بالذات وبدأنا مع المحافظة ومع الرئاسة الحية ومع الوزارة التضام الاجتماعي متمثلة في مدير التضام الاجتماعي وجهاز تميت المشروعات ومركز تحديث الصناعة أيضا كل هذه الجهاز بالصب في منظومة واحدة وهي النهوض بالصناعة والنهوض بأننا نحن يعني فعلا نساهم بشكل كبير في إيطاعة فرص عمل دائمة للشباب والأسر والمرأة المعينة الموجودة في سهاج ويمكن أيضا برضو بيكون في تعاون من خلال مجلس القوم المرأة من خلال الجهات المعنية بالنهوض بهذه الصناعات لعدد كبير من الاستداب بيشتغل فيها الحيانة مبسوط بالدعم الكبير وكل الجهات بتتعاون بتكتب في سبيل الارتقاء بهذه الصناعة وتوفير فرص عملها سألزم بس حالك نموح فاصل سريع ونرجع نكامل في بالمحاولة خاصة بصناعة الغزل والنسيج في المحافظة السهاج فاصل المشاهدين نلتقاكم بعد هذا الفاصل انتظروا نسم كاملين معاكم مشاهد كرام حوارنا حول إحياء صناعة الغزل والنسيج في المحافظة السهاج ودعمها وبرحب مرة أخرى بالأستاذ محمد بحرحب بيكيز محمد مرة أخرى ولو تكلمنا عن المنتجات الخاصة بقى بالغزل والنسيج عندكم في المحافظة تكلمنا عن هذه المنتجات أهميتها تسوئي بتاعها إزاي بتنعش السوء المحلي للمحافظة هل أنتوا بتصدروا لمحافظات أخرى طموحكم في المرحلة اللي جاي أن يكون عندنا الحمد ده تصديد للخارج كلمنا عن كل هذه الأمور نعم سيد عاصم دعني أقول لحظتك في البداية نعم أن ما فيش يعني واحد في مصر ولا في العالم كله ما بيستخدمش المنتجات الخاصة بالأسرة صحيح أو خاصة بالتنجيد أو خاصة بالستير صحيح أو خاصة بكل المفروشات نعم لكن لما نقول أن منتج أخميم هو المنتج المتميز اللي هو بيصنع من القطن المصري يتصنع من الكتان الطبيعي من الحرج الطبيعي من الصوف الطبيعي كل هذه الخامات الطبيعية كفيلة بالنهاية تدي تميز لهذه المنتجات اللي منها بيصنع مفارش السرير الكوفرتات المفارش السفرة بأنواعها أقمش التنجيد أقمش الستير تجهزات الفنادق نقول الإسكارف بأنواعه يعني ما فيش سيدة ولا بنت ما بتستخدمش الإسكارف أو الأقمشة نفسها بتاعت الإسكارف كل هذه المنتجات لما بنشوفها من خلال هذه المراحل حيث شايفينها والسلام مشاهدين شايفينها على الشاشة إن دي البنات نفسها اللي اتقريت من السنوية الناسجية لما احنا ربطنا بين الناس خارج السنوية الناسجية في سوهاك بالعمل بهذه الحرفة اللي استفادة من قدامة الناسجين لتدريب هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات كل ده بيصب في منظومة واحدة هي إحياء هذه الصناعة بالشكل المنظم لأن احنا لما قلنا لازم يكون في تعاون ما بين الترباء والتعليم وما بين وزارة الصناعة وما بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين وزارة التنمين المحلية يعني إن كل وزارة معنية بجزئية مختلفة لما أنا أقول مين اللي يقوم بالتدريب الناس قدامة الناسجين الناس اللي هم المتخصصين في السنوية الناسجية الموجودة عندنا في سوهاك نقول مثلا اللي بيصرف على التدريب وزارة الصناعة نفسها كوزارة معنية بالصناعة معنية بتطوير الصناعة محمد أنا مبسوط أن أنا ملاحظ أغلب اللي شغالين فتيات وفي محافظة سهاج وفي مدينة أخمين أقول لحظك أن يمكن بعض المفاهيم اللي كان السائدة في المجتمع المصري أو المجتمعات الأخرى يقولون البنت في الصعيد ما تطلعش ما بتشتغلش لا ما عندهاش مثلا ممكن رؤيا أنها تشتغل أو يعني في عادات وتقاليد بتحكمها نعم إحنا كل هذا حطناها في منظومة تدريب متكاملة لأن إحنا في ناس وفرنا لها أنوال بتشتغل في القرية الناساجين واحد وقرية الناساجين اثنين في ناس وكُتشتغل في البيت بتاعها يعني في أسر كتيرة عاملنا لأنوال عندها في البيت أصبح بتشتغل في مكانها وتنتج في مكانها يعني بيحفظ لها برضه أن هي ما بتخرش وتحافظ عادات وتقاليدها وفي ناس هوقتotal ما هي بتشتغل في البيت بتاعها أو في مكانها بتشتغل هي وممكن وآخوها هي وزوجها هي ووالدها يعني هما ممكن أفراد الأسرة كلهم تعلمهم اتعلمه يعني إذا نبدأ بعمل كأن مصنع مصغر داخل البيت ودون أن يكون هناك إرهاق في مثلا قول مش عايزين كهرباء مش عايزين طاقة كل الأمور دي بالنسبة لنا ده كله شغل يدوي يعني بالإضافة أن فيه عندنا مراحل مختلفة من الصناعة نفسها يعني الشغل مش قاصر على موضوع النلبس يعني زي ما شايف في الصورة أن فيه بعض المراحل دي اسمها مرحلة السيدوة مرحلة السيدوة دي مرحلة بيقوم بيها مجموعة من السيدات ومجموعة من الناس اللي هما بيقوم بيها مرحلة السيدوة دي مرحلة اللي بيحط فيها التصميم نفسه بتاع المنتج يعني أنا بيحط التصميم من البداية بقول للمسادة والناس اللي بيستدس بتحط السيدوة دي اللي هي الخطوط الطولية بتحت النول أنا عايز أحط التصميم ده مثلا يعني منتج يطلع في النهاية كروه أو يطلع سادة أو يطلع مثلا ريبس أو يطلع مثلا مقلم عنده الأساس ده الأساس في البداية اللي بصوب عليه بعد كده يعني فبيجي الخيوط طبعا بيمشيها بعدة مراحل عشان يعمل منها السدوة السدوة دي بتتم نقلها على النول قبل ما يتم نقلها على النول بتروح لمرحلة اللقية مرحلة اللقية دي برضو مجموعة من السيدات بتقوم بيها يعني هي تدخل الخيوط اللي هي الرفيعة دي بتدخلها في النير وفي المشط اللي هو بيبدأ يعني يتم وضعه على النول اللي هو حالين شغال ده النول المرحلة اللي هي بتاعت الإنتاج يعني مرحلة الانتاج دي هي المرحلة الأولى اللي هي الأساسية بتاعت الانتاج طبعا ولكن قبل منها ثلاثة مراحل بعد كده بيبدأ مرحلة الانتاج نفسه مرحلة التغليف مرحلة الفنش النهائي مرحلة الفنش الذي فيه أسر كثير بتكون بيها يعني فيه أسر عندنا بتكون مثلا عندنا بعملية الفرنشات وعملية التشطيبات النهائية وعملية التطريز اللي هو بتتم يدعو برضو على بعض المنتجات اللي هي بنتم يعني انتاجها زي مفارش الصفرة فكل هذه المنتجات نفسها بالصب في جزئية هي مستلزمات المنزل هي المفروشات الخاصة بتجهيزات العرائس هي مستلزمات الخاصة بنستخدمها في الصيف وفي الشتاء يعني ما فيش حد إحنا عندنا النهاردة منتج شتوي عندنا منتج صيفي صحيح عندنا منتج النهاردة بنقول إنه هو ده بيناسب كل المستويات يعني أول كابينزر للعمل اليدوي إنه هو عمل يعني يخص فئة معينة من المجتمع أو من الطبقة الراقية أو الطبقة اللي هي يعني عندها دخل مستوى دخل مرتفع النهاردة بنقول لا نحن عندنا بالنسبة لنا بنبدأ من الدخل اللي هو بسيط جدا النهاردة لما أنا أقول كوفرته بمية خمسة وسبعين جنيه آه كنتم سأسرح لك على الأسعار أخباري يعني في المتناول في المتناول التمية طبعا نحن يعني كان منتج موجود مستورد موجود في السوق ممكن يوصل لألف وخمسمة جنيه وألفين جنيه النهاردة لما أنا أقول بيبدأ عندنا منتج من مية وخمسين جنيه وبيبدأ عندنا السكارف والكليم من خمسة وسبعين جنيه لأ ممكن يوصل لغاية سبعمية وخمسين جنيه ماشوالله بس سبعمية وخمسين جنيه المقابل بتاعه في الأسواق الخارجية أو اللي هو موجود بالنسبة بيجينا استيراد من برة كان بيوصل لألفين وخمسمة جنيه فإذا لما أنا أنتجه داخل مصر وفي نفس وقت يدوي وبالخامات بتاعتنا وبالمنتيات بتاعتنا والأنامل الزهبية بتاعتنا لأنه نهاردة نشوف إحنا أكثر من خمسة وتسعين في المية من الطاقة البشرية كلهم سيادات وفتيات ماشوالله فليل نلقينا أن الفتيات والسيادات عندهم الكثير من الطموح والكثير من القدرة على العمل وخصوصا أنه يعني إيه نول عمل حرفي يعني على رغم أن كانت المرأة في البداية والفتيات متخوفين أنهما ما يقدروش أنهما ينتجوا أو يشتغلوا على النول لكن لما هو بدأوا ودخلوا في الواقع العملي فعلاً لأ لأنا يعني لأ الدنيا اختلفت صحيح ويمكن أنا يعني هميني أن أذكر جهود يعني اللواء محمود عطير محافظ سهي الأسبق اللي هو أم معانا بجهد كبير من بداية المبادرة بتاعتنا المبادرة دي كانت هي العصب الرئيسي اللي إحنا أعطتنا الانطلاق الكبير ويمكن الدكتور أحمد برعي وزير التضامة الاجتماعي الأسبق اللي هو أصدر قرار وزاري بين هذه المبادرة بتكون تحت رعاية وتحت يعني توجهات وتحت إشراف وزارة التضامة الاجتماعي جميل ممكن جاءت الدكتورة غدا والي كملت يعني معانا في كل منظومة كثير من منظومات العمل اللي إحنا فعلاً يعني فيه ناس ما نقدرش ننساه زي ما أنا بقول ما نقدرش أنسى اللواء محمد حاسن طنطاوي محافظ سهي الأسبق عليه رحمة الله اللي هو أنشق قرية النساجين في حي الكوسر اللي أنشق المنطقة الصناعية في الكوسر صحيح علشان يحيي هذه الصناعة لأن الصناعة دي كانت بدأت تندسر كانت فاخمين بدأت البيوت تضيق عليهم ما كانش فيه أماكن فيها ناس تشتغل نعم فلما أنشق قرية النساجين كانت دي الإطلالة الأولى ولكن أهملت على سنوات تثيرة صحيح لكن لما ياء اللي هو محمود عتيق المحافظ الأسبق لا بدأ ما عرضنا عليه المبادرة يعني بكل جهد وقف معنا عملنا جهد كبير وكنا أن إحنا عانينا الفترات الماضية من بعض المحافظين اللي هو يعني عندهم كان أزمة أن نقول له مثلا أن المبادرة دي بدأناها مع المحافظ الفلاني لا لا ما أنا بقول أن ذي خط الدولة صحيح ما أنا بقول أننا بالنسبة لي ما أنا أقول أننا كمؤسسة اجتمعية بقوم بجهد الجهد ده مكمل مكمل لجهود الدولة ما عادرش أقول أننا النهاردة توقف على فراص عمل للشباب طبعا ما عادرش أقول أننا لواحدي بعيد عن التلميين المحلية ما عادرش أقول أننا بشتغل بعيد عن وزارة الزراعة اللي هي معانية بزراعة القطن اللي هي فعلا من خلال جهاز تيمتplayer مشروعات ساعدت معناك في جوانب كثيرة في تدريب ناس في إتاحة فرص عمل موجودة عندنا درش أقولي أن أنا أشتغل بعيد عن وزارة الصناعة اللي هي معنية بالنهوض بالصناعة يعني مجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة أموا معنا بجهد وما زلنا لسه كنا من أسبوعين وقبل ختام عام 2019 في دورة تدريبية على التصميمات الجديدة من خلال مركز تحديث الصناعة طبعا النهاردة لما يكون في دعم ومستمر وشكله مستمر لأننا النهاردة يبقى في تطوير للنهاردة الصناعة دي عشان أنا أحافظ عليها لازم يكون في تطوير مستمر لأننا النهاردة مش موجود الواحدة في السوق لا ده فيه بالنسبة لدور الشرق آسيا فيه بالنسبة للصين موجودة فيه بالنسبة للهند موجودة لكن أنا لما أنا أقول ده منتج مصري يبقى أنا أقدر عندي قدرة على أن أنا أنافس أنافس في السوق المحلي وأقدر أنافس في السوق الخارجي يعني في هذا التوقيت اللي احنا موجودين فيه عندنا معرض في إيطاليا عندنا معرض موجود في نفس التوقيت يعني بنفتحه في عمرات العبور يعني في الصلاح السالم أن هذه المعارض بتساهم بشكل كبير في الاستمرار في العمل النهاردة مؤسسة قومية لدعم وتميع أسر منتغها لما هي يعني أتاحت لنا فرصة الإقراض للأسر الموجودة معنا دي احنا وصلنا معهم لكتر من أربعة مليون جنيه إقراض الإقراض دي بديد الناس قروض عشان نساعدها في تسويق منتجها بنقول لا أنت سلم بقيمة الخرض بتاعك منتجات سواء بنسلمه المؤسسة القومية أو سواء أن احنا بنسواء مخلال المعارض كل ده بيصب في منظومة أننا ميبقاش عنده متعسر في الناس الوقت قروض يعني أنا مش هدفي أننا أدى الناس قروض زي في بعض المؤسسات الأخرى أو الجمعيات الأخرى بيبقى هو بيشتغل على القروض وخلاص أو التدريب وخلاص لا احنا بنشتغل كمنظومة عمل متكملة لذلك لما احنا وضعنا الخطة للسراتيجية للنهوض بصناعة النسيج اليدوي وضعناها بعدة محاور محور الأساسي تنمية العنصر البشري اللي هما النسيجين اللي هما موجودين عندنا أنه إزاي أننا أناميهم إزاي أننا أزود الطقاء بتاعتهم إزاي أننا أدرب ناس وأرغب ناس في أن تشتغل في العمل ده دي جزئي الجانب البشري نفسه لأنه لازم أشتغل عليه وفي نفس التوقيت أننا الأول كان بينظر للعمل الحرفي أن الحرفين دول الناس اللي هما البسطاء اللي مش متعلمين الناس اللي هما الغلابة الناس اللي إحنا لا ليه أقولي أن أنا هارضة عندي في ناس وقد مؤاهل عالي وفتشتغل عن نول نعم يعني ومن حيات تشوفتوها حالك في الصور الموجودة صحيح وفي الفيديوهات الموجودة صحيح وده يعني انطلاق حقيقي أنك أنت تشتغل وتعتمد على نفسك وفي نفس الوقت توفر فرص عمل ممكن من خالها تفتح مصنع وتبقى زي ما بقوله كده وده يمكن الرسالة الأسية من رئيس عبدالفتاح السيسي أنك أنت تبقى رجل أعمال واحدة واحدة تقدر تنمي الصناعة أو المنتج بتاعتنا تمنى يا ربي التوفيق الحياة السيد محمد أنا بسعد بوجود حضرتك كل مرة بتدينا خبر جديد بتدينا إضافة وبتطمئنا أكتر على محافظة سهاج وكل هذه الصناعة في نص دي أخيرا إيه اللي بتتمنى لهذه الصناعة أستاذ نحنك سريع أتمنى طبعا مع بداية عمل اللي هو طارق المحافظة سهاج جديد أنه هو يستكمل المنظومة معنا بالشكل المفعل وخصوصا أن التمويل الموجود من البنك الدولي ومن قرد البنك الدولي الموجودة ولكن لابد أن يكون الاستكمال على أرض الواقع وشوف التجربة اللي إحنا بدأناها اللي الكثير من الدول العربية دلوقتي بتحاول تأخذ الخبرة بتاعتنا اللي أنهض بصناعة بشكل متكامل في المحاور بتاعتها وإحنا بنقوله إن شاء الله بداية طيبة في سهاج وسهاج عامرة بأبنائها وبالحرب بتاعتها موجودة والقادم أحلى وعند اهتمام القيادة السياسية واهتمام الرئيس بتنمية جنوب الصعيد ومحافظة السهاج على وجه الخصوص إحنا بنقول القادم أحلى بمشيات الرحمة بإذن الله إن شاء الله وإحنا سابت له طريق شخصية محترمة أتمنى رب كل التوفيق تعود مع حضرتكم ودعم هذه المحافظة لنتحتاج لمزيد من الأمور نتمنى رب عادت نظر فيها وتوفير المناخ المناسب ليس هو فقط ولكن كافة المحافظين سواء اللي استمروا في المحافظات بتاعتهم أو اللي اتغيروا أو المحافظين وجودهم كل التقدير والاحترام لهم وإن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح في المحافظات بتاعتهم وبشكو حاجة جدا ضيف العزيزة الأستاذ محمد الدقيش رئيس مبادرة إحنا الصناعة الغزة والنسيج من محافظة أكشرة وتحية الحضر شكرا جزيلا وكل صنع طيب أدام بشكو حاجةكم مشاهد الكرام لحسن المتابعة إن شاء الله غدا اللقاء تجدد مع كروه عمل جيدين برداميكم ساعة صبحية أمانة بمشاهدة لالقاكم مجددا يوم الأربع القادم تحية فر العمل وتحية عاصم الشندويلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة